اليوم أنا كأمين عام الاتحاد اللعابي تجوح حلفين الجزاريين بالنيابة أريد أن نوجه نداي لكل تجار والحلفين الجزاريين المرحلة القادمة هي مرحلة حاسمة لا بد أن نتجند لها جميعا خاصة التجار المرحلة القادمة هي ربما كلكم يرى تداعيات الإقليمية وصراعات الدولية حول الغذاء اليوم الحروب تغيرت أصبحت حروب إعلامية حروب ربما حروب الجيل الرابع والخامس كذلك غذائية اليوم السلاح الغذاء هو سلاح الحروب العصرية نريد أن نتجند جميعا كتجار نوجه نداي للتجار ليكونوا سدا منيعا في الصفوف الأولى كما لحظناهم وشهدناهم ونشهد لهم ذلك في جائحة كورونا الكثير من التجار كانوا منضبطين الحمد لله كانوا في الصفوف الأولى ونترحم بالمناسبة على شهداء كورونا على التجار والحلفين الذين كانوا في الصفوف الأولى فتحوا محلاتهم من أجل تموين المواطنين كذلك اليوم لا بد لهؤلاء التجار أن يكونوا كذلك في الصفوف الأولى من خلال انضباط من خلال تموين السوق من خلال تقديم الخدمات للمواطنين المستالكين إخوانهم لوطنهم كذلك للنجاح في هذه ربما المعركة الاقتصادية التي نأخذها وأنا جد متفائل بنجاح الجزائر في المستقبل من أجل ربما لتكون لملاقه واقتصادية حقيقية في نفس الوقت أترحم على شهداء غزة شهداء فلسطينيين أشقائنا الفلسطينيين ونندد بكل الجرائم التي يرتكبها الكيان الصهيوني ونفتخر ونعتز ونثمن ونشيد بموقف صلوطات الجزائرية بما فيهم سيدات الجمهورية على موقفه من القضية الفلسطينية هذه القضية المقدسة التي قدسها كل جزائريين نحن كاتحاد عليك كذلك طوري نوجه كذلك رسالة الإخواننا الفلسطينيين أن الحرية تأخذ بالدماء وربما لما تشوفوا تاريخ الجزائري رح يخليكم تضحوا لأن الحرية سبع سنين فيها مليون ونصف شهيد بدماءهم وبالتالي هذا الشيء رح يدفعكم أكثر للكفاح والنضال والصبر ونحن كتجارة نوجه نداء لترجاة متعمق الصديين لاتحاد رح يقوم بحاملات لجمع التبرعات لإخواننا الفلسطينيين مع الهلال الأحمر الجزائري وكل جمعيات حماية المستالك وكل كذلك المجتمع المدني أن نوجه نداء للتجار من أجل أنهم كما عودون هما في الهبات التضامنية في الكثير من المرات في الكثير من الأزمات التي شهدتها ربما الجزائر والعالم كانت تجار الجزائريين في الصفوف الأولى من أجل التنسيق مع مكاتبنا الولائية مع الهلال الأحمر الجزائري مع السلطات العمومية والجماعات المحلية وتأطير تجار وتنظيمهم لتقديم هبات تضامنية تبرعات إلى إخواننا الفلسطينيين لنصرة إخواننا الفلسطينيين اليوم إخواننا الفلسطينيين في حاجة إلى هذه المساعدات أنا نزيد نأكد مرة أخرى ونناشد إخواني التجار المتامق الصديين بتقديم الهبات التضامنية والتبرعات إلى إخواننا الفلسطينيين وأنهم يساهموا خاصة في هذه الأيام بتقديم الاحتياجات والأولويات ليحتاج إخواننا بما فيها الأفريشة الأغطية العتاء الطبي الأدوية وغيرها من الأمور اللي اليوم لاحظناها وشفناها كلكم رايشات الإعلام إخواننا في فلسطين يحتاجونها والجزائريين ربما معروفين بشيء هذا خاصة التجار وبالتالي نأكد ونأكد ونناديهم وننجدهم إلى القيام بحملات تضامنية وبسرعة وشكرا